حزمة جديدة من العقوبات اعتمدت الخارجية البريطانية على روسيا تستهدف بالدرجة الأولى موالين لانفصال دونيسك ولوغانكس عن أوكرانيا ومحرضين على حرب بوتن في عقاب الهجمات على شرق أوكرانيا أبرز المعقبين أليكساندر أناتشينكو وسيرجي كوزلوف اللذان وصفتهم الخارجية البريطانية بأنهما رئيسة للوزراء ورئيس حكومة المنطقاتين الشعبيتين غير القانونية من دون شك ألحقت العقوبات أضرارا كبيرة بالاقتصاد الروسي فالمواطن الروسي العادي يعاني منها وآخر التحديثات تشير إلى أن روسيا تدخل طباط عن اقتصاديا حادا ولكن هل هذه العقوبات تؤثر على قدرة الآلة العسكرية الروسية في الحرب؟ لكن للأسف في الوقت الحالي لا تأثير لذلك المزيد من أفراد عائلات رجال الأعمال والسياسيين الروس والمقربين من الكريملين شملتهم هذه العقوبات الجديدة وفي طالعتهم زوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وتم منعها من السفر وتجميد أصولها وأرصدت أخرين في بريطانيا الذين يستثمرون في العقار الفاخر ميدان إيتن عنوان حصري في وسط لندن يلقب بالميدان الأحمر لأن العديد من سكانه هم من الأثرياء الروس رومان أبروموفيتش ملك نادي تشلسي وأندري غوراتشينكو من رجال الأعمال الروس الذين يمتلكون عقارات فاخرة في هذه الساحة بريطانيا تقود الجهود لفرض أقسى العقوبات على روسيا منذ شن هجومها العسكرية على أوكرانيا لتعطيل اقتصادها وإيقاف آلة بوتين الحربية في مساراتها وستمنع استيراد الحديد والصلب من روسيا وكذلك تصدير التقنيات والمواد المتقدمة التي يحتاجها بوتين بشدة وحتى الآن وصل مجموع المعاقبين أكثر من 1400 فرد وكيان وتم تجميد 60% من احتياطات العملة الأجنبية الروسية مصطفى زارو العربية لندن